اهلا بكم هلا جديدا النهاردة في فيديو جديد هنتكلم فيه عن موضوع بتسئل فيه كتير جدا عن الابراج ودايما زي ما قلت لكم موضوع بتسئل فيه كتير جدا عن الابراج بحولها لجانرال حاجات جانرال او قصص جانرال نتكلم فيها فالنهاردة الموضوع ان هو ازاي تعرف ان فيه حد معجب بيك عن طريق الشاتين او الشخص ده يعني لو انتم مش بتشوفتوش بعض او يعني انتم بتتعاملوا شاتينج اكتر بتتعاملوا على السوشيال ميديا ازاي تقدر تفهم ان الشخص ده زعلاني ان الشخص ده بيحبك وان الشخص ده معجب بيك من غير ما يقول لك يعني علامات كده بسيتك كده على السوشيال ميديا هتعرفك سواء الراجل بقى امرأة او اي حاجة ان الشخص ده عنده كراش عليك او هو معجب بيك او عايز يقرب منك اكتر القولولي انتوا اي الا علامات اللي انتو بتشروها اكتبولي تحت في الكامنس الا علامات اللي موجودة في حد انتو تعاملوا معين طريق الشاتينج بتفهموا ان الشخص ده معجب بيك والقولولي بتتفرجوا عليهم من فين وانتوا برج ايه ولولي كمان تحبون اتكلم عن ايه في رامدان عشان عايز ا بعيدا شوية مع حضوية الابراج في رمضان طيبpoints اول علامة الاول علامة ان الشخص ده دايماً بيبقى لمش gefragt هل هو اللي بيبعت لك دايماً لك هذا فيبعط لك من غير سبب يعني هو بعط لك عشان هو عايز يتكلم معي مش عايز منك حاجة يعني منت لوو بتلكك عشان يتكلم معي فدايما تلاقيه ايه علاطول بيبعط لك إيه حاجة مالايه بحياتك يعني هو بياخد الخطوة الكل spectral فدية علامة مهمة جدا جدا مش انت دايما اللي تبعت له او انت لو ما بعت لهش هو مش هيبعت لك لا, الشخص ده بيدور عليك يعني لو انت ما بعت لهش هتلاقيه هو بيبعت لك وهو دايما يمكن همان هو تلاقيه يبتدي هو انه هو يبعت من ناحيته كمان طيب يبقى دي من اهم علامات ان الشخص ده معجب بيك او بيفكر فيك او انت شغله باله ABCD يعني طيب تاني علامة مهمة جدا جدا ان انت لو ما بتبعت للشخص ده بيرد عليك على طول في اقرب وقت ممكن يعني هو مش بيرود عليك في نفس الذات اللخظة لإنهوم ممكن يكون عنده شغل، ممكن يكون في ميتنج، ممكن يكون سايا، ممكن يكون نايم، في بس كل ما بيشوف المessage بيرود يعني مش بنفض المessage بتاعتك احيانا ممكن حد تتبعت لحد حاجة بيشوفها مش بيدتي feedback أو مش بيرود أو مش بيقول حاجة لا الشخص ده انت عمرك في حياتك وما هتبعث له مسج إلا ما هيرد عليك ان انت شخص مهم بالنسبة له وشخص ده قيمة بالنسبة له فهو استحالة هينفضلك استحالة أو استحالة هتبعث او تلاقيه بيبعث لك يعني بيبعث لك مسج بكل الأشكال يعني مرة يبعث لك فيديو كده عجبه مرة يبعث لك voice note يعني يحكي لك على حاجة مرة يبعث لك text message يبعث لك صورته يبعث لك فيديوه بيصوره لنفسه هتلاقيه بيحاول ان هو ينوع كده في المسج بتاعته يعني مش دايما بيتاكستيو لا احيانا يبعث فيديوه احيانا يبعث مثلا صورة لي صورة لحد تاني كاميك عجبه فهو تلاقيه متنوع المسجات اوكي طيب حاجة تانية هتلاقيه شخص ده تخيص نوع انت هو بيحوطك من جميع الأحوال من جوائي النواحي يعني هو حواليك كتير يعني ايه يعني كل ما تروح في حتة تلاقيه شخص ده شعال فهو تلاقيه بيعملك لايك على طول على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشال ميديا اللي عندك بسهوه بيحاول يعني دايما بيحسسك انه هو موجود دايما بتحسن هو اراوند يعني انت حسن هو انت هتفتح الموبايل تلاقيه في وشك كده من كتره و هو بيتابعك و بيرقبك و بشوف مين عملك لايكس مين عملك كومنس مين بيكلمك و مش بيكلمك حاجة تانية هتلاقيه ممكن بيغير عليك بطريقة اندارك يعني ازاي مثلا يعني لو في حد مثلا انت عملت بوست كده وحد جيه مثلا لو انت بنت وهو راجل مثلا انت عملت بوست وفيه راجل تاني او شاب يعني كتبلك كومنت هتلاقيه هيلفه و هيدور والشخص ده يقوم جايه يسألك هو مينش خلان اللي انت كلمتيه او فهتحس ان هو بيرائب السوالشال ميديا بتاعتك او الشخص اللي انت موجود ديه على السوالشال ميديا عارف بوستاتك عارف كل حاجة لان انت اي حاجة هتعملها هي مهمة بالنسباله و ذات قيمة عالية جدا اما الشخص اللي مش مواكب بيك ولا هيبقى مركز معيك ولا مع البيج بتاعتك ولا انت نزلت ايه و ما نزلتش ايه لا التاني اعدلك يعني مركز معك تركيز ايه نزلت صورة جديدة نزلت فيديو جديد نزلت كومك فهتلاقيه وتلاقيه دايما بعملك لايكس او كومنت سوى عايز تكون موجود حوليك و خلاص موجود باي شكل من الاشكال و دايما بعملك لايكس بس دايما بعملك لايكس زي انا مش بحسها يعني اصلا فيه نيزة بتعمل لايكس و خلاص لايك من اجل اللايك فدي مش علامة قوي بس اوكي ماشي طيب بالنسبة الستوريز بتاعتك هتلاقيه دايما بيشوف الستوريز التور ميش عادتها هيروده على الستوريز اما لو هو شخص يعني هتلاقيه دايما نشوف الستوريز بتاعتك كنو ما نذاسل استوريز هو لازم شوفها هو بشوفه حشان هو عايز شوف انت بتعمل حب ايه في حياتك بتفكر ازاي بتهتم بايه ما بتهتمش بايه 1. ا 2. اداء 1. لواотив محاولة 2. اداء 3. يدو Take 3. اداء 1. اداء 2. اداء 3. قم بتغيير 3. بعد 4. دق 4. وب?.. فهو متضايق و مش عايزك تزعل مش عايزك تتضايق مش عايز اي حاجة تلغغ وشعليك وعلاقتك وما وبهض فهو بيحافظ على زعلك وبيحافظ على يعني keep relation معك كويسة فبالتالي ان هو مثلا ان انت تزعل يعني او كده دي حاجة مش قموسه اصلا فهتلاقيه عايز صالحك على طول مش عايزك تضايق مش عايزك تشيل الهم كده فلو حصل منه موقف دي اكتلاقيه مثلا اتاخر عليك في الرد اختفى حصل موقف تلاقيه ولك معلش القصف اصلا راح بيبرر لك يعني ايه بيديلك مبررات اما لو انت شخص مش في دماغه ولا هديك مبررات ولا اصلا هيبقى في دماغك ويعني يعني اعرف انت انت زا احد تاني اصلا مش فارق اوكي طيب حاجة كمان ان الشخص ده احني بيحكي لك تفاصيله يعني ده انا تلاقيه ولك ده انا عملت كذا وفلان ده ربض علي وانا لما قلت له كذا بيحكي بتفاصيل كتير تفاصيل عنه وعن عيلته وعن اصحابه فتلاقيه عارف كل حاجة عن حياته مع ان يعني ممكن ما كونش انت عايش معي او مش قريب منه بس هتلاقيه بيحكي لك تفاصيل كتير جدا جدا عنه شخصية وعن ناس تعرفه وعن ناس قرهبه منه وعن ناس اصدقائه فهو بيحب التفاصيل بيحب يحكي لك تفاصيل كتير جدا جدا كمان هتلاقي الشخص ده لو انت اختفيت او ما عملتش بوستات كتيرة او يعني حصل اي حاجة ما ودخلتش اقول لها عطول هتلاقي متابعك يعني تحس نوم رأبك كده اول ما تدخل يقولك ايه ده هو انت كنت مختفي فين او انت مختفي فين بقلك فترة او انت مش بتبعتلي ليه او انت مش بترد على البوست او انت مش بتنزل بوستات بقلك فترة ليه فتحس انه هو مركز معاك قوي يعني نزلت ايه ما نزلتش ايه ايه اللي حصل طلعت انزلت فهو لانه هو دايما بيفتح البروفيل بتاعك يوميا ويشوف ايه اللي حصل معاك ويشوف انت عملت ايه وكلمت مين ومين رد عليك ويعني هو كأنك انت تحت الميكروسكوب معاه طيب علامة كمان مهمة جدا جدا هو انه يعني انه هو في اي مناسبة بيتلكك عشان يدخل يكلمك ازاي مثلا يتلاقي يدخل ويسألك اسئلة هو عايز يفتح معاك وحوارك وخلاص انا قلتها في البداية بس عايز اشرحها اكتر يعني هو ممكن ما يكونش فيه اي سبب مقنى خليل بتواصل معاك بسوء بتواصل انت هتبقى موسوط خاسس انه فيه جديد يعني فيه جديد ايه خدي كده ماشي فيه جديد كده على طول يعني تحس ان انت عايز تتكلمه على طول عايز تعرف اخباره عايز تعرف بعمل ايه في حياته عايز عايز تتأكد ان هو كويس عايز تتكلم معاه عايز ترغي معاه مش بتزهق منه خالص اوكي طيب علامة كمان ان شخص ده بيحبك عن طريق الشاتنج ان هو شخص ده يعني لما بيشوف المسجز تحس انه بيبعد لك بحماس كده يعني ايه يعني مثلا تلاقيه بيكلمك مثلا يقولك hi triple i مثلا يعني بيحط حروف كتير يعني مش بتكلم معاك بطريقة formal تلاقيه مثلا بيحط لك اموجز كتيرة او اموجز يعني معناها indirect يعني هو بطريقة informal يعني مثلا تلاقيه مثلا يقولك اخبارك ايه تلاتة هاء مع بعض او ايه يعني ايا 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 ده معناها وردو انهم متحمس في الكلام معاك وانهم مبسوط اوي اوي في الكلام معاك حاجة كمان تلاقي بيبعت لك على كل السوشيال ميديا مثلا تفتح الانستجرب تلاقي بعت لك مسجد تفتح الفيسبوك تلاقي بعت لك مسجد تفتح الواتساب تلاقي بعت لك مسجد وهو بيحصرك في كل حتة لانه مبسوط ان انت موجود في حياته هو عايز تواصل معك وخلاص طيب وحاجة كمان هو بيبعت لك الحاجات اللي هو بيتعجبويت له مثلا بيبعت لك فيديو أغنية رومانسية كده ومن غير ما يقول لك أي حاجة يعني عجبتني يبعث لك هينتات كده بوست كده بيدل على الرومانسية والحب والغرام يبعث لك يعني أي بوستات أو حاجات يعملك فورورد لها علشان هو عايز يحسسك بنفس المشاعر اللي هو حسسها هو عايز شاركك في كل حاجة بيحبها فتلاقيه حتى لو عاجبوا أي حاجة على السوشل ميديا هو عايزك يشاركك معيها وقلوا لي الكلام ده مظبوط ولا لأ يعني عن نفسي بعمل كده مع الناس اللي بحبهم لما أشوف أغنية عجبتني مثلا أو بوست حجبني وحاجة ده حكيتني وقام على طول دارك لي من غير مفكر بعملها شار مع الناس القريبة مني أو الناس اللي أنا بحبها هو كمان هيعمل معاك كده لو حاجة عجبته وبعايز يعني عايزك تحس بنفس المشاعر اللي هو بيحسها آخر حاجة هتلاقيه بيغير عليك بيغير عليك على السوشل ميديا أو بيغير عليك على السوشل ميديا يعني مثلا لو اتصل بيك ولأك يعني اتصل بيك مثلا ساي كول ولقاك وترغي معاك وأوما تكلمه هاسألك سؤالي هو أنت كنت فين أو بتكلم مين أو مين كان بيكلمك لأنه عنده فضول يعرف مين الشخص التاني القريب منك غيره فهيبقى مهتمة أو يعرف تفاصيل كتير عنك يعني هو عايز اروا حاجات كتير عنك بتكلم مين مين قرب منك مين بيحبك مين بتحب مين يعني عايز اجمع كل التفاصيل عنك فلو سألك اسئلة إذا أنت كنت بتكلم مين حتى لو هو عمل نفسه مش مهتم فعرف ان هو مهتم قلولي الكلام دو مظبوط معاك ولا لا قلولي بتتبعوني من فين وبتفرجوا علي من فين ما تنسوش تتبعوني على السوشل ميديا على الانستجرام وعالفيسبوك وعلى اليوتيوب يا جماعة وعايزة كل الناس اللي عندي على الفيسبوك بتدخل عندي على الانستجرام my instagram account is rasha murad murad m u مش m u murad m u r a d underscore والفيسبوك بتاعي اكتبوا راشا مراب بالعربي اكتبوا منصورة's language اكتبوا راشا مراب بالعربي نقصتها بتاعتي راشا مراب بالعربي والانجليش في يوتيوب طبع انتعرفيني thank you بحبكو thank you I love you all اشوفكم فيديو تاني قولولي يا جماعة فعلا هل العلامات دي بتشوفوها علامات اعجاب لشخص ما اترفلكوش بالحب عن طريق الشات ولا لا لو فيها علامات تانية ملتهش اكتبوهايلي تحت thank you بحبكو جدا وبتشوفوا مي ايه اكتر علامة بتعرفكم ان الشخص ده معجب بيكو انا بشوف العلامة تحسسني الشخص ده معجبين انا كلهم بكلموا يرد على طول ولما هو يعني بيرد على طول يعني ما بيسميش غير ما بيرد ما بيردش يعني بيرد بتفاصيل مش بيرد مسلا اه بنقطة عارفين انتوا الرد بنقطة ده شكرا بحبكو باي باي مع السلامة I love you all يا جماعة enjoy رمضان واذكر صلاح ومساء ودع ربنا كتير وقرأوا قرآن واستمتعوا في كل لخزة في رمضان شكرا باي باي مع السلامة